لكن قبل ما ابتدي اكتر حاجة تزعجنا كلنا لما يبقى فيه حدث جلل ويموت 305 وتلاقي الاعلاميين بعض الاعلاميين داخل صدى البلد بيزايدوا بشهداءنا اللي ماتوا بيزايدوا بشهداءنا اللي ماتوا وبيتجروا بارواح الشهداء تحت مظلت اللي فيه طبل وزمر داخل النادي الاهلي مع ان ده غير صحيح وهحكي لحضراتكو بالصود والصورة اللي هي ما بتكذبش اصحاب المصالح يتوقفوا وكفاية عبس باي حاجة يا اخي ما تسيبوا اعضاء الجمعية العمومية تختار لكن المتجرة بارواح الشهداء والربط ما بين النادي الاهلي اللي هو نادي الوطنية غزبا عنكم وحيفضل الاهلي نادي الوطنية وعندنا اسرار كتير عن امور كتير جدا من اول رئيس القناة وصاحب القناة وبعض المزعيين ومقدم البرامج اللي هي بتفتح القناة حاجة غريبة جدا جدا من الساعة تمانية لغاية الساعة تلاتة الفجر اهانات يستضيفوا الناس تشتم يستضيفوا الناس تقطع يستضيفوا الناس يكسروا فعظم الناس اللي حتى لو ما عملوش مش دا الاهلي اللي الناس تتكلم عنه بالشكل ده وكل واحد يعرف امته عارفين الحديد عامل معاكو ايه وعارفين اللي كرشكو تمالت من الجبنة وغير الجبنة وعارفين النسب بيحصل فيها ايه من الاعلانات كل دا عارفينه والشعب المصري بقى واعي احنا قمنا بثورتين ما حدش عاف يضحك علينا يا اخي اللي جننك متجرب ارواح الشهداء تحت مظلت اللي فيه ندوة وفيها طبل وزم طب لو مشينا ورا الكلام ده ما تعملش ربط بالحالتين احترموا الاسر اللي ولادها ماتوا وابهاتها ماتوا وولادهم ماتوا كل دا عشان تدخلوا في انتخابات توقعوا ناس وتقوموا ناس مين يقبل بدا؟ يا اخي بلاها انتخابات بلاها ندوات بلاها اي حاجة بلاها محمود طهر ينجح بلاها كابتل محمود الخطيب ينجح طول كل يوم متجرة بقى روح الشهداء كل يوم متجرة وبعدين ايه؟ غريبة جدا الناس كلها شايفة يقول لكم الاهل يتباع الناس اللي هي المنود بيها تتكلم قالت مفيش الكلام دا هتشوفه بعد شوية كل حاجة فالناس تصدق يا فندم يا جماهير الاهل يا محترمة انا عارف اللي النوعيات دي انتو مش بتحبوها والله عارف بدا لكن كل ما بتكلمه انا عارف اللي فيه البعض بيصدق النوعيات دي لكن انتو فين عقلنا؟ فين تفكيرنا؟ حبين لحضراتكو بعد شوية الحقيقة فين؟ في على مدار عشر ايام اربع كتبات واربع كتبات الهدف منها ايوة كرسي رئيس مجلس الادارة وايوة تضرب من تحت الحزام وايوة بصوا الكتب وعدم الضمير وعدم المهنية هتشوفوه دلوقتي معانا عشان اثبت لحضراتكو واثبت لكل اهلاوي اللي بالرعي ضميرنا وبنشتغل اعلام كلكو عاوزينه وبقالكو سنين بس هعرض لكو صورة عشان من قبل ما نطلع على الهواء اتقلنا احمد موسى بيهاجم النادي الاهلي حايتباع الحاق الاهلي حايتباع وعمال يقول كلام انت قلبت خلاص انت ما تعرفش حاجة عن النادي الاهلي انا بديك حاجة بسيطة من اللي هتطلع ادي اسرة مجموعة سيراميكا كلبطرة احد كلاع الاستثمار المتكامل في مصر لتهنئ شعب مصر العظيم بانتخابات السيدة الدكتور محمد مرسل مش بالعب سياسة ما ليش دعوة رئيس الجمهورية مصر رئيس جمهورية مصر عربية بارادة شعب ومش عارفه ونزاهة القضاء العادل وا 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 ومحمد ابو العنين وخمسة وعشرين الف عامل ومهندس وفني صوار احرار هنكمل المشوار تيجي تكلمني عن وطنية لا ما تتكلمش عن نادي الاهلي نادي الوطنية ثانية ثانية اوعى سمعك التلون والضحك عن ناس كفاية اللي بيدفع الدم رجل الشرع البسيط الغلبان اللي بيعيش بمرتبه على قد حاله وما بيشتكيش لانه بيحب البلد ولمع ملايين ولا معاه ودايع ولا معاه قصور جوامية ولا بيتجر في مليون حاجة رجل الشرع البسيط هو ابسط من كده انا عرضتلك صورة بسيطة لكن مش عايز اتكلم من ايطاليا المصر في ايه فمحدش يقعد يوزع علينا الوطنية احنا وطنيين وبنعش اقتراب البلد دي زينا زيكم واكتر انتو بتستفيدوا هل معقولة حد في الاعلام تسمعوا ارقام بالملايين مرتبات بالملايين قصد واحد بياخد سبعمائة وتمنمائة جنيه ملايين اقسم بالله ملايين طب قوله اتبرع بخمس ست شهور من مرتبك لأسرتين تلاتة غلابة هيدكوا دهرهم لان الناس دي ما بتؤمنش غير بحاجة واحدة الطابلة اللي بيتهمون بيها فين الوطنية فين حب الوطن عملتوا ربط عشان توقعوا الناس داخل النادي الاهلي دي الحقوا مصر بيموت فيها 305 والاهلي عمال دي جي والكتب اللي بيحصل هعرض لحضراتكم لكن مش المنظر لانا السورة اللي وردتها لكم ما هو الحمد لله ذكرتنا مزاي السمك ذكرتنا مزاي السمك بنشوف كل حاجة والامور ماشي ازاي مع كل رئيس نلبس البادلة ونشايك وندحك على الناس ونستفيد والبحر بيحب الزيادة والمليار يبقى 2 مليار و3 مليار واللي يغير من القناة دي يروح يقفلها ويروح القناة دي يقفلها ويروح تحت تحت مظلة الوطنية البنوك فرمتوها واخدتوا منها ملايين نقول للكل يخاف يقوله ايوه احنا عندنا جراء نقول الكلام ده النهاردة ايوه حنقول عشان كرسي رئيس الاهلي كرسي مليش دعوة لأي مين اللي قاعد عليه محدش يقرب منه لان النادي الاهلي مرة تانية أو تالتة ومليون هو النادي الاهلي نادي الوطنية النادي الاهلي بيفتح ابوابه لكل المنتخبات النادي الاهلي بيفتح صلاته بدون مقابل لكل الالعاب الجماعية ايوه ده بنشوفه ايوه بنشوفه لكن جايين تكلمونا على الوطنية مزيع قاعدنا ويعاية على شهداء الاهلي واول واحد باعهم هو لو انتوا عايزين تعرفوا الحقيقة الناس كبت قاتل وبتيجي من أسوان وتنام في الشارع عشان خطر مش عايزة تنسى حق شبابها اللي مات عشان على الاقل تعمل محاكمات في التجمع الخامس بعدما عياتنا وبعتنا كاميراتنا واخدنا اللي احنا عاوزينه باعتوا الناس فمحدش تكلمني عن شعب اعتقد من عشرة يام او من اسبوعين جيشنا اللي فيه سرية كاملة والحاجة الوحيدة اللي تدينا أوردر نشتغل عليه لما يبقى فيه سرية في عملية هنا والعملية هنا ومعلومات سرية ما ينفعش نقولها هذا البرنامج كان هذا لازم يتقفل زي اي لو احنا عملنا كده كنا احنا نرفع ايدينا لازم نتعاقب لان عرضنا معلومات تمس الوطن لكن الناس دي بتكمل ازاي ما دالة حيجنننا فيه ناس بتخرج الفاظ على الهوى وبتتجاوز في حق الوطن واحنا بنبني وطننا الناس دي كم مرة كم مرة عملت الكلام ده شفتوها لكن من الساعة تمانية لغاية تلاتة الفجر اهانة في النادي الاهلي حيتباع وبعد كده لوحي السرشدية اهل النهاردة احمد موسى ما عرفش حاجة عن نادي الاهلي احمد موسى عايز يقلت زميله من اللي عندهم معلومات عن كرة القدم احمد موسى ما يعرفش حاجة عن نادي الاهلي غير لوه بيلبس تشيرته احمر احنا اللي نعرف ولاده احنا اللي نحس بيه واحنا اللي نحس بشهدائه كم مرة مش هتكلم على امور كتير انا هتكلم عن الربط اللي عملوه هتكلم عن الربط اللي احنا نزايد بدم 305 بيصاله مديش الحدث الجلل ده الراجل ده عمره ما تكلم على شهداء الاهلي عمره بل بالعكس كان بيحارب قصارهم انا احكي لكم التاريخ ده كويس جدا اللي نكنت عايش فيه احكي لكم اللي كان بيتصلوا بينا على التليفون وعشان يعرضوا الحقيق ويجوا يسجلوا وما يسجلوش اي حاجة من الحقيق ويطلعوا يجذبوا هو ده اللي حصل وهو ده اللي الكل بيخافي قوله عارفين ليه علشان كانوا خايفين اللي لازم يفضلوا على الظهور الاعلامي وتوزف اللي ماته هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة اللي الكل بيخافي قولها البرامج دي بيديها تطور كتير بيديها تطور لما تروح مستشفى تشوف التعامل اللي انساني وتعرض الكلام ده وتطور وتجيب وزير الصحة البرامج دي بيديها تطور الشوارع لما تروح تصور الشوارع البيضة واللي بتتعامل وبيصرف عليها ملايين من تلاتين سنة وما كنتوش بتقوله انتو اللي بيديكوا تشغلوا السياحة بتحكوا علينا تروح تخطب المصريين نخطب بعضنا وكل وزير تمام يا فندم زي الفل الراجل تعب تروح لوزير تاني انت راجل بتشتغل عشان خطر الشباب والتالت مش عارف ايه لكن ما بتواجهوش وبتسخروا علاقاتكم وزراء دي هي دي الحقيقة اوه عحد يزايد على شوها ده تاني وهو عحد يعمل الربط ده تاني لان انتو محدش بيصدقكم ولو كان فيه ظهير بيتفرج عليكم فبيتفرج عليكم عشان يضحك عليكم لانه عارف اللي مصالحكم ما بتخلص وهو عادوا تكلمونا مرة واثنين وثلاثة ومليون عن وطنية لان انتو مش وطنيين وتستغلوا الاعلانات اللي موجودة من قبل انتخابات النادي الاهلي وهي وراكم من قبلها بشهرين تكلمنا عن حيادية حيادية ايه اللي بتكلمونا عنها كفاية كد وكفاية نعدام الدمير وكفاية ضحك على الناس كفاية تلاعب بمشاعر الغلابة وكفاية تستغلوا عقول الشباب كفاية هو ده اللي بنشوفه منكم طالع النهاردة تقولي الاهلي يتباع الاهلي لا يبيع ولا يشترى ولا على المهندس محمود طال لو اععد على كرسي الادارة ولا لو الماستر الله يرحمه عايش ولا فيه مخلوق يقبل الجملة دي تتقال انا هقول لكم مثال بسيط اسمعوني يا اهلوية النهاردة كويس والله هيتعرض حاجات مهمة جدا 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 اهم من انتخابات واهم من اي حاجة انا هضرب لكم مثال بسيط قرار حل مجلس دورة الكابتن حسن حمدي والدنيا كانت بتهاجم احيانا الكابتن حسن البعض من الجماهية لكن الاهلوية انتفضوا ما قابلوه الثانية اللي حد يمس النادي الاهلي ورئيسه وكان موقف مشرف هرجح كلكم موقف تاني فاكرين الاهلي لما ماتش الجونة الناس عايز يتلاعب واحد رؤساء الاندية لا مش هيتلاعب في الجونة لا هيتلاعب في الجونة الاهلي قال الماتش هيتلاعب في برج العرب وهو ده قرار الاهلي عشان ده حقنا وإحنا رايحين ورا حقنا شوفتوا جامير النادي الاهلي موقفها المشرف بعد لما جامير الاهلي راحت قالك بيستقوا بالجماهير عشان مش ده الحقيقة سر قوة الاهلي في جمهوره وفي أعضاء جمعيته العمومية يقولك الأهلي بيتباع يا عمك مدام ما بتفهمش حاجة في الكورة ما تتكلمش أما بتقع المصالح اللي احنا هنعرض دلوقتي الصورة هتشوفوا كل حاجة وانتو الحكم لأن احنا عاهدناكم وعاهدنا ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حد مش هنجدب على حضراتكم شوفوا الصورة وشوفوا الكلام وعتعرفوا احنا بنجدب عليكم ولا لأ لكن محدش تكلم على شهداء ومحدش يزايد بالنادي الأهلي لأن الأهلي نادي الوطنية